لا صوت يعلو فوق صوت المجازر التي ترتكب ضد أهلنا في قطاع غزة استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين العزل في فلسطين ارتفع عدد ضحايا وعدد الشهداء وصل لي 10700 شهيد حتى الآن دول اللي اعلنت عنهم وزارة الصحة الفلسطينية بالأمس تم الاعلان أيضا من قبل قوات الدفاع المدني بأنه تم انتشال 35 جثمان لشهيد من تحت الأنقاض في عدد كبير جدا من الشهداء مازالوا مدفونين تحت ركام بيوتهم بيوتهم وقعت عليهم نتيجة القصف الشديد اللي قامت به قوات الاحتلال خلال 33 يوم اللي فاته طبعا لسه في عدد كبير جدا من الشهداء مازالوا موجودين لكن قوات الدفاع المدني مش قادرة تشتغل في كل الأماكن اللي حصل فيها قصفه وتهدمت هذه البيوت لأنها بعضها توقف بسبب قلة الوقود بعضها مش قادر انه يشتغل في كل هذه الأماكن الحطام الدمار كبير جدا أوضاع إنسانية صعبة للغاية لكن في المقابل احنا عندنا في مصر بنحاول قدر المستطاع ان احنا نعمل على تخفيف هذه الأوضاع من خلال تركيز الجهود على تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية أيضا إلى قطاع غزة عبر معبر رفع جهود كبيرة بتقوم بيها مصر على المصاري الإنساني يمكن لغاية دلوقتي وصل عدد الشحنات اللي دخلت غزة حوالي 650 شحنة مساعدات تلتين المساعدات دي مقدمة من مصر والتلت الأخير من الدول المنحة والمنظمات الدولية والإنسانية اللي بتوصل المساعدات دي لغاية مطار العريش في شمال سيناء وبعدين بيتم تسلمها الهلال الأحمر المصري اللي بيقوم على تجهيز المساعدات دي بتتحط على شحنات والشحنات دي بتعبر معبر رفع لغاية ما بتوصل لأهالينا في قطاع غزة عشان كده لما نتكلم عن الأرقام لأن الوقت الأرقام مهمة جدا يا جماعة هنقدر نقول أن حجم المساعدات اللي وصلت لقطاع غزة حتى الآن حوالي بالضبط 7,094 طن مصر بس قدمت 5,900 طن والباقي اشترك فيه عدد كبير من الدول المنحة وصل لـ 28 دولة ده بيعكس الدور المهمة جدا اللي بتقوم به مصر في هذا المصاري الإنساني باعتبار طبعا أن مصر هي الدعم الأكبر للقضية الفلسطينية يمكن هنا لازم نشاور على المجهود الكبير اللي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة في تسيير القوافل الإغاتية واللي بتضم كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لدعم أشققنا في فلسطين إن شاء الله على مدار حلقتنا النهاردة هنستكمل تقطيتنا لما يحدث في قطاع غزة مرة تانية بنصبح على حضرتكم صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة